أهلا بكم أعزائي المشاهدين رأينا في الحلقتين الأولى والثانية لموضوع الحجر الأسود وتحدثنا عن التاريخ المادي وأظهرنا العملات التي تحمل نقوش للحجر الأسود ورأينا الموضوع من الجانب الوتني من وجود قصة في الميطولوجية اليونانية للحجر بيتيلوس الذي قدمته الإلهة راية لأخيها وفي نفس الوقت زوجها كورونوس ليبتلعه بدلا من المولود الجديد زيوس فعندما كبر زيوس انتصر على أبوه وأصبح هذا الحجر مقدسا لأنه يحمل روح الإله وللتقرب من هذا الإله يجب تقديس هذا الحجر اللي هو بيتيلوس وكما رأينا في حديث صحيح البخاري عن الصلط بن محمد عن أبا رجاء العطار دي أن العرب كانوا يعبدون الحجر وإذا وجدوا حجرا أفضل ألقوا بالأول وعبد الثاني إذن الحجر ليس هو المقدس في حد ذاته وإنما المجموعة الوتنية التي اختارته تجعل منه مقدسا ولهذا فالتاريخ المادي الذي قدمناه من عملات ونقوش تتحدث عن الحجر المقدس بيتيلوس أو بيت إيل أو بيت الله يظهر هذا التقديس القوم للحجر ليس لذاته كما قلنا ولكن لإلباسه توب القداسة من طرف مقدسيه فالكعبة على سبيل المثال ليست مقدسة لذاتها فرغم تقديس وتعظيم المسلمين لها إلا أنه بالنسبة للبوديين مثلا أو الهندوس مجرد بيت مكسو بإزار أسود لا قيمة لها إذن ربما لا يكون نفس الحجر الأسود الذي تحدثنا عنه في العملات والنقوش ولكن عندما يجد العرب حجرا أحسن منه يتركون القديم ويقدسون الجديد ومن يملك هذا الحجر المقدس ينال هيبة القبائل التي تعبده وتقدسه وهذا هو سر هجوم القرامطة سنة 317 هجرية على مكة في يوم التروية وقلع الحجر الأسود الحجر المقدس ونقله إلى بلادهم مدة أكثر من عشرين سنة لتكون لهم هبة الفرق المسلمة الأخرى شفنا من الناحية الميطولوجية والوتنية لتقديس الحجر الأسود بيتيلوس وقد أشرت في الحلقة الأولى من هذا الموضوع لوجود قصة في الموروط الوتني وأخرى كتابية بمعنى في كتب اليهود والنصارى والآن ننتقل للقصة الكتابية أول شيء ننتبه له وجود كلمة بيتيلوس في الميطولوجية فهي نفس الكلمة بيت إيل باللغة العبرية والأرامية التي تعني كما قلنا بيت الله هذا يعني أن للحجر قصة أخرى في كتب اليهود والنصارى وأول ذكر لكلمة بيت إيل جاءت في قصة النبي يعقوب في التوراة حين كان هاربا من أخيه عيسو خوفا من قتله فكان أثناء مسيره فكان نائما في مكان اسمه لوز سفر التكوين الإصحاح 28 العدد 12 إلى 19 فرأى في منامه أي يعقوب سلما منصوبا نحو السماء والملائكة تصعد وتنزل عليه والرب واقف يقول أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إصحاق الأرض التي أنت مدتجع عليها أعطيها لك ولنسلك وعده كذلك أن يكون معه ويحفظه إلى أن يرجع إليها ويجعل من نسله جميع قبائل الأرض وعندما استيقظ أي يعقوب من نومه قال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيت على رأسه ودع اسم ذلك المكان بيت إيل فلا نعرف هل صبت زيت على رأس الحجر أم على رأسه هو للمسل إذن رمز بيت إيل هو عبارة عن حجر على شكل عمودي كما هي أحجار المقدسة للوتنيين وهذا الحجر جعل منه النبي يعقوب مدبحا على غرار المدبح الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم كما هو مكتوب في التوراة ودهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مدبحا للرب الذي ظهر له وذلك في صفر التكوين الإصحاح 12 العدد 7 وتكررت عملية بناء المدبح في قصة تقديم الإبن كضحية للرب ونترك جانبا موضوع هل دبيح هو إسماعيل أو إصحاق المهم أنه بنى مدبحا فلما أتيا أي إبراهيم وابنه إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المدبح ورتب الحطبة وربط إصحاق ابنه ووضعه على المدبح فوق الحطب وهي نفس الطريقة التي كان القدماء يقدمون قرابين بشرية لآلهتهم نأخذ على سبيل المثال الإله مولخ الذي كان يقدم له الطفل البكر ليدبح ويلقى على الحطب لحرقه وهذه القصة أشار لها القرآن في سورة الصفات الآية 102 إلى 106 مع اختلاف طبعا الدبيح هو إسماعيل أم إصحاق وليس هذا هو موضوعنا فبنى بناء المدبح من طرف إبراهيم وشار إليه في سورة الحج الآية 26 وكذلك في سورة البقرة 125 إلى 126 وفي سورة إبراهيم الآية 37 وعلى نهج بناء المدبح قام الأنبياء بنفس المبدأ حتى عهد النبي داود فتطورت فكرة بنائه لبناء معبد كبير يليق بجلال الله لكن هناك صعوبة وأصعب مرحلة في البناء هي وضع الحجر الزاوية في أعلى الأقواس حيث يقول النبي داود الحجر الذي رفضه البناء قد صار رأس الزاوية مزمور 118 العدد 22 إشارة إلى تدبير إلهي في بناء معبده ويتحقق هذا على يد ابنه الملك سليمان الذي بنى بيت إيل أو بيت الله معبد سليمان أو هيكل سليمان وهذا ما وضحه النبي أشعياء الإصحاح 28 العدد 16 لذلك هكذا يقول السيد الرب هأنا دا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر الزاوية كريما أساسا مؤسسا من آمن لا يهرب ولما أتى المسيح أشار للحجر الذي يقصده النبي داود في مزمور كما قلنا 118 هذا الحجر المقدس كان رمزا للفداء والمسيح هو الدبيح الحقيقية بحسب العقيدة المسيحية نجد هذا الإعلان مثلا في إنجيل متى إصحاح 21 الآية 42 وكذلك في أفاسوس إصحاح 2 العدد 20 لتكملة الموضوع نراكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر